وانت بتتفرج حلقات الاختيار كنت بتتجمعوا كده حوالين تلفزيون وتتفرجوا العيلة الوالدة موجودة والوالد؟ الوالد الله يرحمه رحمه الله عليه توفى وصابني من زمان قوي من عشرين سنة رحمه الله عليه ستة وتسعين الوالدة مبسوطة جدا العيلة كلها بتتفرج جاعمت يعني كلمني عن ردة فعلا وهي شايفة ابنها كده بيمثل واخد مساحة كبيرة هي دي وهي عمل دور كمان دور مميز وفارق ومهم جدا يعني الناس تفضل طول الوقت تفتكر الشهيد احمد جد رحمه الله عليه فتفتكر صورتك تفتكر ادائك تكلمني عن رد فعلا العيلة وهي عادة بتتفرج عليه كمراتك وولادك انا اولا مدين يعني في الدور ده تحديدا مدين لربانا سبحانه وتعالى اذا كان في حاجة اسمها نور اضافي انت لما بتعملي يعني انت كعلمية بتجتهدي طبعا عايزة تطلعي فظيعة جدا اخر حاجة في حاجة اسمها القبول القبول ده مهما انت وصلتي لدرجة من الايجادة فظيعة جدا ربنا من غير القبول ده هو ده البرايتنس الحاجة اللي بتعمل كده في الدور ده ده حاصل بالنسبة لي فده نور من عند ربنا فأنا يعني انا مدين لربنا سبحانه وتعالى لنور ربنا سبحانه وتعالى اللي حصل النمرة اتنين للقرآن الكريم لان ما تتخليش مدى فخري ان الناس حباني حبت الدور ده من خلال ترتيري للقرآن في اول كانوا بيستنوا المشاهد اللي انا بطلع فيها في مشهد اخر اللي هو اللي انا بتكلم فيه عن يعني ايه دين اسلامي يعني ايه الدين اللي هم عاملين يشوهو عشان يتجروا به ده كله تجارة على فكرة يعني الموضوع بقى عبارة عن تجارة انا عايزة بقى زعيم انا عايزة بقى امير كلها انت عارفة مدعومين من جهات خارجية تمام تجارة بالدين وفي الاخر هم من غير ما يعرفوا بيشوهوا الدين نفسه لكن احنا لو جينا للدين الاسلامي ايه يعني ربانا سبحانه وتعالى كلام ده تقال في المشهد لما تكلم عن رسوله قال ايه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما قالش للمسلمين بس صح يعني الرسل كلهم هل انت قاعدت مع الزباط عشان تقدر تعرف برضو ان الاداء يبقى اقرب اطبع هو للأسف انا ما كانش يعني انا من الولايلين في الزباط اللي ما كانش ليه تفاعل او تواصل مع اسرة الشهيد للأسف يعني بس من اول يوم طبعا انت حارف انه فيه رجال للمراجعات الامنية موجودين معنا عشان تفصيلة انه هو ايه لا دي بتتعمل كده التحية هنا بتتعمل كده الكلمة دي هنا تتقالي ازاي التوصيف بتاع العمليات هنقول مثلا بنقبض عليه المصطلحات المستخدمة كل حاجة يعني هما معاني جنوب كل حاجة طريقة حمل السلاح كل تفاصيل دي طبعا عشان انت عارفة عندنا الشعب المصري او الشعب العربي احد على كل حاجة عايز يعارفة وطبعا ده مسلسل يعني نمبر ون يهم مصر والمصريين جدا فكان لازم يطلع كل تفصيلة دقيقة